ممارسة الرياضة مسألة إيجابية ولكن في شهر رمضان خاصنا نتبه لبعض الأخطاء هنا لم تتحدثوا على نظام الرياضة تنظروا على فئة كبيرة للناس لما تعودون من الرياضة حتى يبدو رمضان عاد يبدو بوثيرة عالية أو يدروا رياضة في القاعات التي لا يكون فيها تهوية ويبدو يعرقون وهذا التعرق يسحب لهم وليس يفقدون من الدهون وهو في الحقيقة ينقص لهم الماء والأملاح المعدنية بدرجة كبيرة هذه الأشخاص ممكن يتعرضوا لحالة اجتفاف أو حالة إغماء الأشخاص أيضا لما تكونوش داروا كشف مسبق ما تعرفوش الأمراض اللي عندهم وتديروا الرياضة لما قدرينش عليها هذا أيضا تقدروا يتعرضوا الأزمات أو وعكة صحية بعض الناس تديروا الرياضة في ساعة قبل المغرب ممكن يتعرضوا الهبوط السكري إلى ما داروش الرياضة عنيفة لهذا فالرياضة اللي كتطلب واحد المجهود عدلي كبير من الأحسن نخليوها لما بعد الإفطار بساعتين تقريبا خلال النهار اللي يتكون الشخص صايم ممكن يكتفي برياضة خفيفة بحال الماشي بحال السباحة أو يكتفي بالتحركات والأنشطة دياله اليومية في العمل أو يجب أن يعرف بأن حتى هذه الأنشطة تعتبر رياضة سواء أعمال منزلية أو في العمل دياله أو حتى صلاة تراويح كل هذه الحركة ممكن تكون كافية للشخص خلال شهر رمضان اشتركوا في القناة